إلى نينوى حيث اتسعت رقعة الإضراب عن الدواء في جامعة الموصل للأسبوع الثاني على التوالي حيث يرفض آلاف الطلبة الدخول إلى المحاضرات وبدت أغلب أروقة وأقسام وكليات جامعة الموصل خالية من الطلبة في حين تجمع الطلاب في الساحات والكافتريات داخل الحرم الجمعي حيث أكد عدد منهم استمرار الإضراب تضامناً مع المتظاهرين في بغداد ومحافظات الجنوب تضامناً مع أخوان المتظاهرين في بغداد هذا قد يكون أبسط شيئاً قدموا لهم مطالب المتظاهرين مطالب مشروعة فما راح نداوم إلا تحقق مطالب المتظاهرين يعني قمع المتظاهرين والشغاب والأعمال هاية من غاز مسئل لدموع أو أي أنواع القمع يستخدمونها حالياً في المظاهرات لكن أحنا أبسط شيئاً قدموا أن نضرب الدوام أو الضراب عن الدوام أبسط شيئاً قدموا للمتظاهرين بصراح أعلنت التربية الأساسية جامعة الموصل المجمع الثاني إضراب عام لمدة أسبوع إن شاء الله تضامناً مع أخواننا في الوسط والجنوب طبعاً هذه القوات اللي تعتدي على المواطنين طبعاً أنا أعتبرهم مو عراقيين أصلاً لأن العراق الشريف ما يعتدي على شباب بلده العراق الشريف لازم يساند هذه الشباب اللي عاد تنتفذ ضد الفساد ترجمة نانسي قنقر